كابتن وائل عايزة سألك على كابتن محمد عب منعم وكابتن ياسر براين رأيك في مستوى من النهاردة ياسر نمرة واحد النهاردة يعني أفضل لعيب النهاردة في النادي الأهلي هو ياسر براين بكتفي معك ييجي بعده مرة وانا عطية إمام محمد عب منعم مصطفى شبير مصطفى شبير كان كويس بس هو ما كانش فيه اختبارات صعبة ايه كرة اللي جات معه ايه واحدة بس خلينا سرحة هو واحدة خد بالك ممكن تكون بالنسبة للناس سهلة بالنسبة لنا صعبة اللي هي الراجل بيعمل اوفر كان يتراحف الجول لو لو وقفته الصح كان ممكن تخش جول طيب اتعامل مع كل الكرات اللي وصلت لي صح اه خد بالك بس عشان الناس ايه فسر الكلمتين ما جاش عليه حاجة صعبة لكن كل الحاجات العرضية او الحاجات اللي قدر يتعامل معها يتعامل معها بشكل كويس يحساب له برضو بس كان مطام يعني مصطفى مدي للناس اللي ناس متطمنة خصوص كمان الفترة اللي فترة فانا شافتها نجاح كبير للمصطفى ان الناس اللي قدامه متطمنين والضغوط اللي عليها مش لازم مشير من المقص اصدك التوائل مش لازم مشير درب الجزاء يعني انا قصدي ان مصطفى مدي للي قدامه مدي جميعنا دي آلوقتي الناس متطمنة انا اعافك عشان بس الناس مدي فهمش غلط بقايم بقول ايه اتعامل مع كل الكرات اللي جاتلو صح بالزبط ده غلط لا 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 طيب قلت شال واحدة صعبة اللي هي تعامل اوفر اللي هي كانت دخلة في المرمى لا احنا بس عشان بتكلم تحطوش من نجوم المباراة انتحطت يعني انهم مش من نجوم المباراة عشان ياسر شال حاجات كتير كان ممكن يجي فيها جوايا طبعا ياسر كان من نجوم المباراة مروان برضو على قد ياسر بريم بقى افضل من محمد عبد المنعم في الفترة بقى فيك في الوقت الحالي محمد عب منع عملي ايبك واسبت سوى مشكلته بص حتى مالو في ايه تحس ان هو بانتو عايز يلعب على الواقف عايز يلعب عارف انت فيه تعالي شوية حتى فيه كورة انا اللي خدت بالي منها انا هاسف يعني فيه كلمة عارف انا عايز اقولها ما بقاش يهين نفسه اه عايز اقول لك والله العزيز كان احسن سردبك في مصر عارف انت اللي هو اعمل تاكلنج اخبط في واقل اخبط فيه كفا ماز مبقاش الحتة دي ما بقيتش موجود انا شايف لو فعلا فيه عرض كبير لمحمد انا شايف نالي لازم يستغل هل مركز هرجع لك اللي تاني اه هو وحتى فيه كورة عشان انا بس مركز في احداث المباراة ملعوبة طولية كده هو وقف المفروض جايله وقف كده استني خالص لحد ما وان بدا جي خدق بصيدر الجو ده بيقولك ان هو عارف بلعب على الواقف يعني او عارف ان هو يلعب مش عايز لكن هو لعيب كويس اه طبعا لعيب كويس بس ما الحتة بتاعت البيهين نفسي دي دايما عارف اللي هو بتمرمط جوه الملعب ما بقيتش موجود وممكن يكون مش مرمطة بمعنى المرمطة هو لعيب كورة كويس ممكن يكون بس ايه سرعة حركة يعني فهمني انا بتكلم على سرعة الحركة فيه اوقات انت محتاج ان انت تبقى سريع فنتاتك سريع لا انت برضو عايز تعملها بشكل جمالي اه بشكل جمالي فيه اوقات لا الشكل الجمالي ممكن ما تمشيش معاك لكن ياسر اه مروان اه عنحط برضو امام شوية معاهم مصطفى شبير تعامل زي ما قلتلك مع كل الكرات اللي وصلت له من النجم الاوحد اللي هو عجبك اللي هو ده يتقل الافضل ياسر برايم